ماتقة جعولة في أطراف محافظة لحج لا يخفى هذا الاسم على أحد ولا طالما ذكرت وكانت أشبه بمعلم للحرب عندما كانت ميليشي الحوث والمخلوع تسيطر عليها فتحررت أبرز هذه القرى قرية جعولة الوادي الغربية والتي يقطونها نحو 75 أسرى لا تعاني فقط من الفقر بل وافتقارهم أيضا للمياه الصالحة للاستخدام بعض الاسر هنا تفترش هذا المكان والبعض الآخر لا يجد ما يسند إليه جسده ليأخذ قصة من الراحة من مشقة يوم استنفذه بالبحث عن لقمة تسد رمقة الأطفال هنا أيضا لا يعرفون للعلم طريق نظرا لبعد المدارس عنهم وإن حاولوا الوصول إليها تعطارد طريقهم الكثير من المشاكل لتجبرهم على ترك مقاعد الدراسة يعني بنينا يروحوا نشيغوا لهم روحوا ونمشيهم السباح يروحوا لناس الطريق لا شافوا كلاب لا شافوا ناس يهربوا ويرقعوا وسط كل ذلك تبقى جعولة في غياب عن أبسط مقومات الحياة ففي المحصلة النهائية تبدو خالية من المياه ولا منشآة تعليمية أو مرافق صحية وهو ما تجعل من الحياة أكثر تعقيدا في ظل غياب دور السلطات والمنظمات الإنسانية مقتر شعتل لقناة بلقيس محافظة ولحق ترجمة نانسي قنقر